في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما هذا واضح في أواخر سورة الرحمن قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان بعد أن ذكر المواصفات قال ومن دونهما جنتان فجنتان علويتان فردوس وعدن وجنتين سفليتين الخلد والمأوى والمقارنة موضحة بين هذه الجنات الأربعة في أواخر سورة الرحمن الجنتين العلويتين فردوس وعدن ذواتا أفنان أي فيهما أشجار واغصان الجنتين السفليتين الخلد والمأوى ربما لا يوجد فيها أشجار فقال تعالى مدهمتان الجنتان العلويتان فيهما عينان تجريان إذن الماء زائد ويجري الجنتين السفليتين الماء فقط داخل النبع ولا يجري فقال تعالى فيهما عينان نضاختان الجنتين العلويتين فيهما من كل أنواع الفواكه ولا يوجد نوع ناقص فقال تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان تحت لم يقل من كل فقال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان الجنتين العلويتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان الجنتين السفليتين عبارة المد من السجاد فقط فقال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان لأن الجنتين السفليتين فيها خيام فقط فقال تعالى حور مقصورات في الخيام ومن أجل المزيد من الإضاح سوف نعطي فكرة عن كل جنة على حدة أدنى أنواع الجنات هي جنة المأوى لأنها عند سدرة المنتهى عند نهاية السماوات فقال تعالى في سورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى إذن هي مجموعة من الجنات الجنة التي تليها في العلو هي جنة الخلد وقد وردت مرة واحدة في القرآن الكريم لكن بصيغة المفرد ولم تأتي بصيغة الجمع قال تعالى جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين الجنتان العلويتان هما عدن والفردوس جنات عدن جاءت بصيغة الجمع قال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لماذا قال من تحتها الأنهار وما هو الفرق بين من تحتها الأنهار وبين تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أن النبع موجود بتلك الجنة أما حينما يقول تجري تحتها الأنهار أي أن النبع ليس في تلك الجنة لكن الماء يمر مرورا من تلك الجنة وقد وردت تحتها الأنهار مرة واحدة فقط في سورة التوبة وللمزيد من المواصفات عن جنات عدن في هذه الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ما هو السندس والاستبرق؟ السندس هو القماش الرقيق أما الاستبرق فهو اللباس السميك الجنة الثانية من الجنتين العلويتين هي جنة الفردوس قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث بما معناه إذا سألتموا الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة حتى يحصل المؤمن على هذه الجنة عليه أن يحقق ستة شروط نجدها واردة في بداية سورة المؤمنون قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى أن يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسون الفردوس هم فيها خالدون